السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة في الله حياكم الله أينما كنتم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة معنى كلمة قرآنية في دقيقة وسطا الآية التي في سورة البقرة 143 التي بدأت وكذلك جعلناكم أمة وسطا الوسط في كلام العرب الخيار يعني بمعنى أعدلهم وأفضلهم وأخيرهم وليس المراد بها هنا ما كان بين شيئين متفاوتين فانتبهوا أحبتي في الله لأنه أسمع الكثير من يفهم هذه الكلمة أنها وسط بين اثنين لا هذه غير صحيحة أي هي الأعدل والأفضل والأخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر